عندنا مواجهات مهمة جدا الفترة الجاية مواجهة نادي الزمالك ثم المواجهات الافريقية ولكن ايضا ده لن يجعلنا نخفل لان احنا في دوري فيه منافسة شفنا النادي الاهلي وشفنا مباراته مع الاتحاد كان في نفس الوقت الزمالك بيلعب مباراة مع نادي سموحة وهنا عشان خاطر نربط الاحداث اللي بتحصل في لقطتين ما ينفعش نفوتهم ابدا ما عليش يا فارس الاحداث بتحصل وتأثير على النادي الاهلي ما خلي بالك اللي انت هتسرده دلوقتي هو ليه تأثير وانبكت مباشر على النادي الاهلي وخصوصا زي ما قلنا انه بعد حالات تحكمية كان فيها لغة تخص نادي الزمالك الاسبوع اللي فات وهي لقطت ضربة الجزاء لصالح نادي اسموحة الغير محتسبة على طارق حامد طبعا هنا كابتن الحنفي اللي بصراحة عمل حاجة غريبة جدا في لقطت الجزاء لو شفنا طارق حامد المحصن والممنوع والشخص اللي فوق اي القرارات انا بسميه سوبر طارق حامد وهو بيرتكب راكل الجزاء هنا الغريب ايه اللي حصل بقى كابتن هيسم كابتن الحنفي راح شاف اللقطة من زاوية واحدة في رأي الزاوية كانت بتوضح ان فيه استضام الحكم اللي على خلفية حكم زميل سابق ليه المباراة اللي فاتت هنا بقى هو ما شافش اللقطة دي والاغرب انه ما طلبهاش هو اكتفى باللقطة الاولى والفار كده لما حس ان من الاخر انت بتشيلني الليلة فراح عارض اللقطة دي اكتر من مرة عشان يقول يا جماعة والله العظيم فيه زاوية تانية بتأكد انها راكل الجزاء كابتن محمد الحنفي هو اللي رفض يشوفها فهنا واضح ان الفكرة ايه بقى انا عندي حكم زميل زي جات جريشا كان عامل كارثة تحكمية الماتش اللي فاتت طيب جيت في لقطة فيها لغط زي ده لا كابتن محمد الحنفي يعني اكتفى انه يشوفها من زاوية واحدة وما فيش اي حرص على انه يتأكد من اللقطة صحيح طب هل انت تعتقد دي خلفية نفسية لحكام خايفة تغلط لا انا شايف انه يعني ما عليش يعني اعذرني انا شايف انه هو يعني مبدأ حسن النية لازم اشكي فيه يعني لازم انا كمشجئ احلاوي لازم اشكي ان مبدأ لان هو المعايير مختلفة المصطرة بالزبط لا او المعايير مختلفة الفار هنا بيحكم بحاجات معينة وفمبرات الاهلي بيحكم بحاجات معينة وانا كحاكم لازم اطلب اتحقق انا ترى ما روحت للفار والمسئولية بقت علي قدام الناس لازم اتحقق واجبها من اكتر من زاوية انما اكتفاءه بزاوية واحدة امر مريب